الفي له سيرسي زمانها بتتقلب في أبراها دلوقتي لا تخاف ولكن احذر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بيكم فحاجة كده ما هياش ترييلر رياكشن قوي جديدة على قناة فيلم جامد والحاجة كده اللي هي مش ترييلر رياكشن قوي دي حنعملها النهاردة للترييلر بتاعت فيلم الفيل اللازرق 2 ليه بقى دي مش ترييلر رياكشن بالمعنى المعهود بتاعنا لإني الحقيقة شفت الترييلر دي بالفعل شفتها في السينما عرضوها قبل فيلم الممر وبناءا عليه وأنا بتفرج على الترييلر معكم دلوقتي غالبا مش حيبقى فيه رياكشن قوي رياكشن كله حصل في السينما ساعتها ولكن الناس كلها طلبت ان يبقى فيه حلقة عن الترييلر عموما وبناءا عليه حنتفرج عليها مع بعض وبعد كده نفصص فيها مع بعض وبعد كده نشوف النتيجة حتبقى عاملة ازاي سواء بقى تطلع حلقة حلوة ولا تطلع حلقة اقل من اللي احنا متعودين عليه فدي في النهاية تجربة ممكن تطلع حلوة ممكن تطلع وحشة فياريت تقولولي رأيكم في الكومنس بس على اي حال من الاحوال ياريت تدوسوا لايك وتعملوا شير وتتفرجوا اه انا حبيتش الموضوع قوي فيلم الفيل اللازرق اللي تعرض سنة 2014 وكان مأخوذ عن رواية الفيل اللازرق لأحمد مراد واللي ما كان خاصة في قلبي لان اللي ما يعرفش يعني مراجعة الفيل اللازرق دي كانت خامس حلقة في تاريخ القناة وتاني حلقة فعليا في المراجعات بتاعتنا بعد الحلقة بتاعت فيلم صنعة في مصر فالفيلم لي ما كان خاص عندي وهو وقتها كان محقق نجاح كبير جدا واستثنائي جدا يعني برضو لو انا فكر صح دي كانت اول مرة يجي من عشر سنين فيلم جد ينزل في موسم عيد ويقفل قاعات السينما وده كان حدث مهم بالنسبة لنا هو ممكن الحقيقة يكون كان اول فيلم جد من عشر سنين عموما كده في المطلق يعني وعموما انا كنت مترقب الفيلم ده بشدة زي ناس كلها تقريبا يعني وكالعادة لا مش كالعادة انا شفت التريلر مرة فيه ايه يا استنبط ما نركز شوية يلا بينا نتفرج تاني وخلاص كان في امك تحب ابنهاك كان اسمها لبنة ابنهاك ان اسمه شيء وانت عايزة يبقى حلا واحد في الدنيا لبنة لبنة هتقتلكو يا يا حي كلكم طلعني بقى منونة بما ان رجلك راحت للمستشو انت عارف بيقول عليك ايه في اجتمعات امامت النفسين بنجال ومدمن قرم اللي في الليطة عندك مشلوبنا مشلوبنا ازاي لسه ملاحظت شايحة انك لعنة على كل اللي حبو الدنيا دي ببدايب فلاص مريكين في حالة هيك خلقت حالة وهم اني بطلع مني عفريت اسمها ايه انت بتقولي ايه تشعرف ايه بزيك الفيه اللي زرق ستموتين كل يوم عشان تعرف الفرق من الحية والحين دور عالسا هد في الحين دو مفيش ساعد دو عبنام يا يحي عب دو دو عبنام يا دو لسه مخدتش بالك ان انا هنا انا مش هعيشك كموزة تانية يا حين انا محتاج دوكتور يا دوكتور كان حلو ان حصل بيتنا مبارا فكرة اخر مورا لا مستني انتو ارقى خسري ارقى خسري في حاجة تانية انا مش فاكر الحقيقة عيد الاطحى 2019 فودافون اللي جاي اقوى ياريد فودافون ونبي يسيبوهم الافلام شوية ويصلحو لنا الانترنت عاوزين نلعب فيفا زي الناس علشان عامل حلقة انبارح كلها صغطة المهم يعني برضو مش حقدر اقول لكم انطباعي عن التريلر ولكنها على اي حال من الاحوال مش موضحة الحب كاوي هي بتستعرض اجواء الفيلم الجديد بشكل اكبر حتى لما انفسص معتقدش ان انا حعرف استخرج القصة او ابعادها ممكن نستخرج عنصر او عنصرين خط او خطين من الدراما حاجة لها علاقة بالتفاعل مع الجزء اللي ممكن يكون رعب شوية ممكن يكون سوبرناتشرال شوية لان الفيلم الازرق الاول فيه سوبرناتشرال حتى وشخصيتنا الرئيسية دلوقتي بتدعي ان اللي حصل ده كان وهم فحنشوفه مع بعض المهم التفصيص الحقيقة انا مش عارف يعني ادينا اتفرجت معكم على التريلر وخلاص حاجة الوحيدة اللي جادة بتميني تفاعل وهي بتقول الكلمة دي بتضيقني فكرتني ممحمد هنا دي هو بيقول الكلمة دي بتضيقني خلاص طبعا دي لقطة اصلية جدا ومفيش اي حد في الدنيا حيتعرف عليها الا القلة القليلة اللي شافت فيلم جيت اوت يعني هي متأثرة مش نقلة اوي لان ده في مية على ما يبدو بتاع جيت اوت ما كانش في مية هو كان في تلبيب المخيخ والحاجات دي وهنا في نجفة وكيس بلاستيك هناك ما كانش فيه نجفة وما كانش فيه كيس بلاستيك فيه بقى عدد كبير اوي من اللقطات اولا شكلهم حلو جدا واللقطة دي شكلها حلو جدا كدر عالمي يعني ولكن حنعتبر او حنأسيوم او حنفترض من دلوقتي انها مش لقطات حقيقية هي لقطات مجازية يا اما فيه بعد معين بنروح له مع المخدر بتاع الفين لازرق لو حد ما كانش اقرى للرواية او شاف الفيلم على مدار اللي معرفش كم سنة اللي فاتوا دول يعني يا اما تخيلات يا اما يعني حاجات من نوعية دي المهم انها مش احداث بجد اكيد مفيش مكان على البحر فيه عمودين كبار فيهم صور كان فيه ام بتحب ابنها جدا اسمها لبنة فحنعتبر ان يحيا ولبنة اتجوزوا وجابوا ولد وابتدى يبقى فيه اضطراب في العلاقة ما بين الام والولد بسبب اضطراب نفسي او عقلي بيصبها ابنها كان اسمه زياد والولد الصغير ده شبه واحد من عيال ميسي انا ابتديت افصل شوية من تاريخ الشخصيات هو لبنة كان عندها ولاد بالفعل حقيقة انا مش فاكر حقيقة مش فاكر يعني ولد دول ولادهم هما الكنين لان فيه بنت كمان ايه حكاية البنت دي كم واضح انها بقت اوبسيسف بقى وده الجزء اللي ممكن يبقى له علاقة شوية بالرعب شوف الواد ما الرعب ازاي مما يثير حفيظة الدكتور يحيا ويبدأ في ان يلاحظ ان الست الجننت لبنة حتقتلكم يا يحيا الشخصية المريضة الغامضة اللي بتجسدها هند صبري دي عادة تأكيد بقى على قصة بتاعت نائل والسيطرة الشيطانية او الجننية او العفريتية او الكلام ده كله لمفاجئة دكتور يحيا للمرة التانية ماشي يبقى الشخصيات الجديدة معنا هي المريضة اللي منعرفش بقى ملبوسة ولا ايه بالزبط اللي بتجسدها هند صبري والدكتور على ما اظن بيجسده اياد نصار ده المقابل للشخصية اللي كان بيجسدها محمد ممضوح اعتقد يعني برضو اظنها لقطة غير حقيقية اكيد لقطة غير حقيقية وبتضحك شوية اللي عندك في البيت دي مش لبنة يبقى لبنة نفسها كمان بتتعرض للمس الشرير ده لقطة خاطفة فلاشية عجبني ايه بصراحة ما عجبتني ايه مش عارف التريلر دي لما شفتها في السينما يا جماعة عجبتني جدا 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 وانا قاعدة فصص دلوقتي يعني الاقاع الرعبي او التجربة البصرية المرعبة المفترضة في المشهد ده مفقودة شوية حاس انها مصطنعة حبتين مش عارف مش هنتوقف كتير بقى عند المشهد ده تاني مش هزين نقلبها نوكت في نوكت يا جماعة فيه دي تريلر لفيلم جد ارقام والغاز وتعويزات تاني اه والتريلر دي بقى فيها كمية فيجولز وشغل مؤثرات من اللي قلبك يحبهم اللي هو انزم زعلته والتريقته بتاعة الجزء الاول وبيقول انه خلق حالة وهم انه بيطلع منه عفريد اسمه نائل انا معرفش بقى اذا كان يحيا مصدق ده ولا دي كتبة ولعبة هو بيلعبها تحرك ذرينجي شوية انا مش عارف انا مش عارف كل ما هو لي علاقة بالرعب في الفيلم ده بصراحة حاس ان هو بصريا مش مقنعة مش عارف مش عارف اشرح حكتر من كده بصراحة ستموتينا كل يوم فيبدو ان المرة دي احنا بنتعرف على عفريد جديد او على كيان شرير جديد في التاريخ القديم هو اللي بتجسده هند صبري واعتقد انها بتحمل معاها لعنة وبتيجي بيها للشخصية اللي موجودة في المستشفى واللي بتنقل شرورها للشخصيات المتعلقة او المرتبطة بياحية ده اقتراحي في القضية يعني الديني في بوفيجولز المفروض ان الشخصية بتاعة هند صبري هي اللي وورا دي اللي هي بتحركوا بالرموت يعني مش عارف عشان تعرف تفرق ما بين الحقيقة والحلم دور على الساعات حتة نايت ميرون ألم ستريت شوية حتة فريدي والكلام ده كله ومن الواضح ان البعد الاخر ده يحيا بيوصله لما بينام سواء بقى نوم عادي ولا من تأثير المخدر تيك تاك دي امريكاني اوه والصراع بتاع يحيا دلوقتي هو ضد النوم وطبعا الاثر اللي هيظهر عليه اللي علاقة بالقرق فريدي برضو يحيا ويحيا برضو في البعد اللي بيروح له لما بينام هنا التاريخ بتظهر فيه لبنة كمان تاتوز تاني وهم أم حقيقة أجواء مروان حامدية هشام نازيهية جدا او عن نينجا يا بالحج او عن نينجا ترهنوا على كام من الشخصات هتقياد مصر ده هتتقتل على ايد العفري دراك هاريس لايف اوف باي شوية بس حلو لقطات متتابعة كتير قوي بقى مش عارف مش مش لايه ايه ما قوي في التوقف عندها بصراحة في غياب المسكة الحقيقية للحبكة او لخطوط الاحداث لا تخافوا ولكن احضروا مش عارف برضو بتاع الافلام مؤخرا بموضوع البنش لاين او الهاشتاج ده مش داخل دماغي طيب انا ببص دلوقتي على فريق البطولة عندنا كريم عبدالعزيز هند صبري نيلي كريم محمد الشهاوي انا معرفش من محمد الشهاوي احمد خالد صالح الكلام دوت من السينما دوت كوم بحب احمد خالد صالح الحقيقة وبقيت بحب ان انا اشوفه في افلامه اعمال مختلفة ونفسي اعرف طريقه رايح فين بالزبط لانه عنده كتير من السمات بتاعت والده الله يرحمه وفي نفس الوقت عنده طبيعة خاصة عشان كده انا بحب اتفرج عليه وتابعه ياد نصار طرع مات ضافر العبدين الواضح ان هو طلع كضيف شرف فبناء عليه احنا بنساوي الستار باور بتاعت الجزء الاول واللي افتقدت معنا المرة دي شيرين رضا على ما يبدو محمد ننضوح بكل تأكيد لانه مات خالد الصاوي انا مش عارف هي شخصيته ماتت انا برضو دي نقطة مش فكرها قوي يمكن يكون شايل لنا ظهور مفاجئ في الجزء ده السيناريو لأحمد مراد والمرة دي غير مأخوذا على المادة القصصية بتاعته لان الرواية على قد ما نفاهم انتهت بالمعالجة اللي تمت في الجزء الاول ما عادش في احداث في الرواية الاولانية ممكن تتنقل وناس اللي قرد الرواية ممكن تشرح لنا الموضوع ده زي ما انتوا عارفين انا بشتري روايات أحمد مراد ولكن ما بقرهاش والاخراج لمروان حامد من المخرجين اللي عندهم لغة خاصة ولكن اللغة دي مش عارف هلأ انا مستعد ان اقول ده دلوقتي ابتدت اخد نفسك التعائدات اكتر من اللازم على ان احنا لازم نقعد نعلي على نفسنا مرة عن مرة انا بقيت متشوق لاني اشوف دراما سلسة شوية لمروان حامد سواء بالتعاون مع احمد مراد او مع حد تاني وعموما ورغم تحموسي الشديد لفيلم الفيل اللازرق اتنين ولكن هو جزء تاني يعني الا لو الناس دي اتجت لها الايحاء والالهام بنقطة معينة لان على قد ما نفاهم الجزء ده كان غير مخطط ليه من البداية الاحداث بتاعتنا كانت منتهية فاحنا دلوقتي بنبني على نجاح الجزء الاول وبنبني على نجاح التعاون الدائم ما بين كاتب السيناريو او المؤلف والمخرج فاتمنى ان الموضوع ده يكون تم التفكير فيه بشكل كويس وإلا يبقى احنا بنلفق شوية بس النجاح بتاع الجزء الاول يحتمل نسبة ترقب مرتفعة جدا وهي بكل تأكيد عشرة من عشرة بالذات كمان ان التريلر مع تحفظي على نقطة اجواء الرعب اللي شكلها مش سلكة شوية مع تحفظي على بعض المشاهد اللي يبدو انها متأثرة بافلام اخرى بس برضو حفظ المسجل عشرة من عشرة ومنتظرين الفيلم في موسم عيد الاضحى اللي يبدو انه هو هيكون على مستوى التجربة السينمائية مش عايز اقول عميق لان عميق هو سطحي دي التصنيفات في حد ذاتها سطحية يعني ولكن نقدر نقول في السينما اكتر شوية مش مجرد مهرجان جماهيري زي موسم عيد الفطر اللي بدأ كمهرجان جماهيري ولكن طلعت منه تجارب مشاهدة ممتعة ومسلية في تقدير الشخص دي نسبة ترقبي وتوقعاتي الاهم منها رأيكم طبعا ياريت تساهموا بي في الكومنز وياريت تقولولي رأيكم في التجربة بتاعت الحلقة دي وياريت تساهموا بكل ده في الكومنز ألف شكر لحضراتكم على المشاهدة ياريت تعملوا شارووا لايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبهات عشان تجيلكم الحلقات أول باول وتابعوني على فيسبوك و تويتر وبي باي اشتركوا في القناة